مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في ترس جديد من دروس القراءة للمستوى الأول يتعلق الأمر بالأسبوع الأول من الوحدة الخامسة الحصة الثالثة صوت الشين مع الحركات القصيرة أولا فلنقرأ الكلمات البصرية التالية اللذان اللتان الذين اللوات فلنعذ ذلك معا اللذان اللتان الذين اللوات أستمع إلى المقاطع وأحدد الصوت المتكرر مشمش شمس شاطئ شجرة عش شتاء شراب شعر شقة شيخ شرطي شرفة فراش ما هو الصوت الذي يتكرر في هذه الكلمات؟ نعم إنه صوت الشيء أولا ما هو الصوت الأول في كل كلمة من الكلمات التالية؟ شجرة شرطي شو شتاء ش ثانيا أرفع يدي إذا كانت الكلمة تتضمن صوت الشيء شهاب نعم أرفع يدي ثلاثة لا أرفع يدي شباب أجل أرفع يدي شهور نعم أرفع يدي ثيقة لا أرفع يدي شرق أرفع يدي ثالثا أحدد موقع صوت الشيء في الكلمات التالية أرفع يدي اليمنى إذا كان في أول الكلمة وأطع يدي إذا كان في وسط الكلمة أرفع يدي اليسرى إذا كان في آخر الكلمة شقيق أرفع يدي اليمنى لأنه في أول الكلمة حشارة أضع يدي لأنه في وسط الكلمة فراش أرفع يدي اليسرى لأنه في آخر الكلمة كبش عم أرفع يدي اليسرى لأنه في آخر الكلمة مشط أجل أضع يدي لأنه في وسط الكلمة شرق أرفع يدي اليمنى لأنه في أول الكلمة رابعا أدمج المقاطعة للحصول على كلمات شلال شلال شيد شهود شهود نعم شعار شعار أحسنت كرروا معي أعزاء التلاميذ قراءة هذه المقاطع وانتبهوا إلى الطريقة التي كتب بها حرف والشين في الكلمات التالية شحرور شمس شهود شهود فراشة شهود شهود طربوش شهود شهود مشمش شهود شهود جيد إذن يكتب حرف الشيء في أول كلمة بهذا الشكل وتكتب في وسط الكلمة بهذا الشكل أما في آخر الكلمة ستكتب بهذه الطريقة منفصلة وبهذه متصلة فلنقم بالتجزيء المقطعي لكلمات التالية شديد شا دي دون المقطع المتضمن لصوت الشين هو شا شجاع ش جاع المقطع المتضمن لصوت الشين هو ش شتاء ش تاء المقطع المتضمن لصوت الشين هو ش 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 شروق شراء ش ش ش أكتب الكلمات التالية على اللوحة ش 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 في آخر هذا الدرس لا يبقى لأعزائي التلاميذ إلا أن أشكركم على حسن تتبعكم في أمل اللقاء بكم في حصة جديدة إن شاء الله إلى اللقاء